اشتركوا في القناة بس ما تستصعبش الكلمات ولا تقولش انها طويلة وهكذا احنا عن بسطها وان شاء الله هتبقى سهلة جدا جدا واللي تعرف تحفظه فيها ده هيخدمك في الترجمة بتاعة اي سؤال هيقى بنا تمام فان شاء الله الدرس هيكون بسيط قبل ما نبدأ فيه ان شاء الله استأذنك تعالي الجودة علشان الصورة تكون واضحة قدامك وتكبر الصورة وتركز معايا وما يكونش حواليك اي حد علشان الانتباه طيب النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها sports biography sports يعني رياضي تمام biography bi h هنا بنضع ادفاه معناها سيرة ذاتية سيرة ذاتية لشخص رياضي تمام طيب ده الجزء الاول والجزء التاني اللي هنتكلم عليه ده project اللي هو بتاع الدرس السادس انت عارفو عبارة عن مشروع water pollution يعني تلوث المياه تمام طيب نبدأ كده مع بعض الكلمات ان شاء الله امشي مع التأسيم وخلي بالك من نطق والكلام كله هيكون سهل بإذن الله كلمة اولمبي طبعا بنسمع كلمة دي كتير يقول لك دورة الالعاب الولمبية اسمها ايه olympic 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 طيب لاعب player 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 رياضي athlete 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 اتي اتشين اطنطق اتثه athlete athlete تلوث المياه water pollution water pollution تمام ايه ما تنطع بالامريكان يبقى water water pollution water pollution اخير اربع حروف اطنطق اشن pollution طيب شرف او فخر اسمها ايه owner owner ال H ما تنطعهاش owner 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 رياضة التايكوندو خدناها قبل كده taekwondo 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 تمام طب سرعة با taekwondo taekwondo طيب ميداليا برونزية bronze medal bronze medal bronze medal جايزة prize 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 دار حاجة مضرة يعني harmful 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 سيرة ذاتية قلتلك يعني مثلا انا اسم حمود فاضل في حد تاني بيكتب عني السيرة الذاتية انا بيكتب السيرة الذاتية بتاعتي اللي هي قصة حياتي يعني اسمها يبدأ اسمها biography اللي هو بيكتبها ده اسمه ايه biography نقسمها biography ال b h d نضغط فا زي ما قلنا biography طيب علم علم sorry علم flag 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 اللي هو العلم زي علم مصر كده جوائز awards 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 جوائز تدريب training 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 زي ما قلتلك تنطى ال ng من اخر انفك اسمها training training طيب كأن تحس ان انت بتنطى اخر حاجة in training طيب مشهور fit ms fit ms fit ms fit ms fit ms شخص رياد sports 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 person sports person sports person يعني شخص رياد البرونزية طبعا نهاب لكده برونز مصطحات مائية يعني اي حاجة فيه بيجري مياه بحر بحيرة نهر اي حاجة اسمها يبقى water bodies water bodies water bodies water bodies water bodies طيب البيئة او الموطن خدناها السنة اللي فتت في سنة ربعة اسمها ايه happy tat البيئة او الموطن اللي بيعيش فيها الحاجات دي الكمامة طبعا لها كذا معنى لها litter بالاي ولها trash هنا بقى اجاب لك كلمة دي ده اسمها ايه garbage 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 عارف كلمة bag شنطة هي الثلاث حروف دول بس زودنا ايه والنطق اختلف garbage garbage طيب شخص person 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 يعني شخص مغربي الجنسية moroccan 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 يعني مغربي الجنسية يعني من المغرب احتياجات خاصة special خدناها بليك كده special 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 needs special needs ضد يعني against 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 finest منافس com bit com bit نقسمها com bit a ter com bit a com com bit a com bit a com computator طيب المستقبل المستقبل بتاعها كان اسمه ايه فيو 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 والمقطع ده الاربع حروف الاخر دول بتنوته char 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 فيو char future 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 الماء المهضر يعني الماء اللي بتنزي كده ما بنستفدش منها اسمها ايه نقسم الكلمة waste 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 خدت الكلمة دي السنة اللي فاتت waste كان بس كان معناها الفضلات waste water waste water waste water طيب مواد كيميائية c هنا ch بتنطق k والk هنا والc هنا بتنطق k نقسم بقى الكلمة k me kals نسمها الثلاث مقاطع chemicals 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 طيب نطلبها بسرعة chemicals 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 يعني الماء كيميائية كائنات حية organisms organism 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 طيب ننطبق بالس عشان هي جائنات حية كتير organisms 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 طيب الدهب gold 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 انجازات حاجات يعني في حياته c h دي بتتنطق cha cha يلا معايا achieve لحد l-e achieve معناها ينجز هنحط المقطع ده تبقى ينجازات achieve mints achieve mints achieve mints achieve mints طيب ناجح واحد ناجح في حياته اسمها ايه suck c c الاولانية دي اتنطقت k اللي انا بشعر على دي اتنطقت k تمام suck sis full نقسمها تاني suck sis full successful successful طيب دورة ريو للألعاب الأولمبية اسمها ايه reo olympics reo olympics 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 reo olympics طيب النتيجة لذلك اسمها ايه therefore 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 نتيجة لذلك كلمة دي هتفيدنا يعني في الترجمة تحت كل الكلام اللي انت شايفه طويل ده لو انت قسمته وحفظت اللي تقدر عليه منه والباقي تكون عارفه مش لازم يعني تغصب على نفسك وتحفظ كل حاجة لا في كلام مهم وكلام ممكن يتعدى زي كلمة therefore دي ممكن تعرف ان therefore يعني لذلك او نتيجة لذلك تمام علشان كده تعرف معناها مش لازم تحفظها لو انت يعني الحفظ عندك في مشكلة تمام او زي الكلمة اللي جاية دي او زي كلمة اللي جاية دي تمام خدناها السنة اللي فاتت اسمها زراعي اسمها اجري كالترال اجري كال سي انت نطقت كا كال ترال تي او ار اتنطقت شا اجري كالترال يعني زراعي الكلمة دي سيتك عرف تقراها بس مش لازم تحفظها عادي يعني تمام المهم ان انت لما تجيلك تحت تبقى عارف ان دي زراعي فتعرف تترجم خلاص ما هواش غزب عليك يعني ان انت تعفظ كل الكلام ده لا كلام اللي تقدر تحفظه حفظه الباقي لازم لازم لابد انت تعرف تقراها وتعرف الكلمة دي معناها ايه خلاص عشان بس الناس اللي بتقولك كل الكلام ده حفظ لا طيب الحقيقة البرية wild life wild life wild life حوض يعني sink 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 حوض تمام وتمشي برضو معناها يعوص في المية ندخل على الverbs الافعال يحمل او يشيل حاجة يعني اسمها ايه carry carry السينة نضقت ك واو ادرت حرف كار carry 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 ينضم او يلطحك join 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 يستمر continue 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 ننطابة continue continue السيد نضعت ك continue continue يتنافس او ينافس compete 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 جاء من كلمة competition ننفس طيب يقتل يقتل حد يعني اسمها kill 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 يضمر destroy 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 يتجنب avoid 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 يفوز win 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 يصبح become become السيد نضعت ك become become يفقد lose 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 يلد bear 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 معناها يلد ومعناها دب خلي بالك بس هنا فعل معناها يلد تمام هتقول لي طب الماضي هقول لك بص كده لا فعل دي كلها ماضي ايه منتظم اخرها ايه دي لا فعل دي ماضي شاز عايز تعرفها اعرفها مش عايز مش عايز تقل عليك ويكون الدرس صعب بالنسبة لك تمام لان احنا مش نستفيد بهم دلوقتي تمام لكن مع الوقت ايجي استخدامهم طيب التعبيرات وحروف الجر دي برضه تكون عارفها لان بييجي منها حروف جر ايه نقصة فبتفيدنا ولد فيه يعني اتولد عايز تقول ايه حد اتولد هتقول الكلمة دي was born لو هو مفرد was born was born was born was born was born يعني اتولد was born طيب هتحط حرف الجر اون لو لقيت فيه تاريخ لو لقيت فيه ايه تاريخ طب التاريخ ده بيكون من ايه شهر يوم سنة او شهر ويوم المهم يكون العكاة فهي يوم يعني تمام طيب عشان حرف الجر اون بيجي قبل التاريخ الكاملة او قبل الايام طيب زوي احتياجات الخاصة طيب اللهم يعني ايه معاقين او كده يعني فيه حاجة في جسمه اسمه ايه بقى with special needs with special needs يعني باحتياجات خاصة الكلمة دي برضو اتقول لي احفظها اقول لك عايز احفظها احفظها مش عايز خلاص يعرف معناها لان كده كده جياني تحت فلازم اترجمها add the age of add the age of يعني فيه عمر دي برضو لازم تحفظها يبقى was born اون دي تحفظها وadd the age of دي تحفظها يتنافس ضد اسمه compete with against compete against compete against يعني يتنافس ضد against دي يعني ضد تمام ينتقل الى go into go into go into go into يتدرب بجد يعني شدد نفسه في التدريب يعني اسمه ايه practice hard practice c نتناديد k وهنا c زي ما هي practice practice hard practice hard practice hard practice hard يتدرب بجد مشهور ب famous for famous for famous for بتاخد حرف الجر for احفظها يفوز بميداليا win a medal win a medal win a medal يحمل hold for hold for يعني يمسك حاجة كده ويشله او يحمل مثلا زي يحمل العالم hold for hold for طيب مثلة اسمها such as such as such as such as كلمة مثلة such as واخدنا كلمة برضو اسمها مثلة قبل كده اللي هي كان اسمها like كان جايلك مش معناه يحب معناه يعني زي such as كده معناه مثلة تمام على حسب الجملة بنترجم طبعا لما تحفظ الكلام اللي فوق تعرف تأهل السؤال ده athlete يعني لعب العب قوة او لعب رياضي successful يعني ناجح medal يعني ميداليا club يعني نادي harmful يعني ضار او مضر طيب تعال نقرأ he studies hard هو بيذاكر بجد to be عشان يكون ايه student طالب ايه طالب ناجح فان كلمة ناجح successful يبقى اول واحد رقم اتنين he is a sports person هو بيكون شخص رياضي he is a famous هو بيكون ايه بقى طالما شخص رياضي يبقى ايه مشهور يبقى لعب رياضي مشهور يبقى ايه athlete يبقى تكتب هنا طب number three he won his first gold انه هو فاز باول حاجة كده دهب ايه هي اللي دهب في 2012 2012 يبقى medal ميداليا يبقى رقم ثري رقم اربعة chemicals المواد الكيميائية in water في المية بتكون ايه بتكون ضارة يعني ايه ضارة harmful يعني ضارة تمام وجايب لي طبعا كلمة زيادة عشان يلغبطني بسيبها وما بحط لهاش ما بحطهاش في اي جملة طيب دلوقتي هنبدأ نتكلم عن ازاي نكتب عن شخص رياضي يعني اللي قدامنا في الصورة دي انا زي زيكم كنت اول مرة اعرفها من الكتاب هنا اسمها ايه هدايا ملاك هدايا ايه هدايا ملاك مالها دي بيقولك يعني مشهورة ايجيبشن ومصرية تايكواندو تايكواندو اللي هي رياضة التايكواندو بلاير لعبها يبن جيبها بامل اليمين للشمال هدايا ملاك is a famous ايجيبشن تايكواندو بلاير يعني هدايا ملاك بتكون لاعبة تايكواندو مصرية مشهورة تمام ببنوال تاني لاعبة لاعبة تايكواندو ايجيبشن مصرية مشهورة من درجة مليمين للشمال بالنسبة للصفات يعني تمام طيب دي كده اول جملة يعني she is one of هي تكون واحدة من the two people واحدة من اتنين اشخاص who carried اللي حملوا the Egyptian flag العالم المصري at the tokyo olympic games اللي حملوا العالم المصري في الالعاب الاولمبية اللي كانت في tokyo in 2021 يعني فالفين 2021 in 2021 يعني في سنة 2021 2021 2021 يعني this is a great honor this is a great honor هذا يكون شرف عظيم او فخر عظيم honor a great honor طيب كتب لك كمان further information يعني معلومات اكتر about her sport عن الرياضة بتاعتها and her achievement يعني وانجازتها كتب لك هدايا was born اتولدت on abril 21 يعني اتولدت في 21 شهر ابريل والتاريخ ده 1993 هتنتقل ازاي اسمه نصين يبقى 19 اسمها 19 و93 اسمها 93 تمام جاب لك تاريخ كامل فيه شهر ويوم وسنة طالما شهر ويوم وسنة يبقى هتحط on جاب لك برضه شهر ويوم هتحط on جاب لك سنة ويوم هتحط on المهم الحكاية زي ما قلتلك فوق لازم يكون فيها يوم لازم يكون فيها ايه يوم تمام عشان الايام هي اللي بتاخد ال on لكن جاب لك شهر الوحد هتحط in سنة الوحد هتحط in طيب بقول لك she began هي بدأت practicing ان هتتضرب يعني او تمارس taekwondo at the age of seven رياضة التايكوندو في عمر السابعة and won many prizes وفازت بالكثير من الجواز prize وفازت بالكثير من الجواز at the age of في عمر 14 الاربعة عشر هداية won many important awards هداية فازت بالكثير من important يعني مهمة awards يعني الجوائز المهم important awards يعني الجوائز المهم she won the bronze medal هي فازت بالجائزة او الميدالية البرونزية at the real olympic real olympics in 2016 يعني فازت بالميدالية البرونزية في الالعاب الولمبية ريو دورة الالعاب الالعاب الولمبية ريو في 2016 طيب she also won يعني هي ايضا فازت won the bronze medal والميدالية البرونزية تهاني in توكيو في مدينة توكيو in 2021 في عام 2021 في مدينة توكيو اللي هي في اليابان تمام كده جاب لك حياتها بدأ يتكلم ويقولك ان هي لعبة رياضة تايكوندو وان هي واحدة من شخصين حملوا العالم المزري في الالعاب الولمبية بتاعة توكيو في 2020 وقزة فخر عظيم وبعد كده رح يقولك اتولدت في الموعد بتاعها سنة كام 93 يعني هي اكبر مني بسنتين تمام وبدأت تتدرب في عمر السابعة وفازت بميدالية كتير في عمر الـ 14 وكمان فازت بالميدالية البرونزية في 2016 وميدالية برونزية تاني في 2021 طيب ندخل على something something else she is famous for يعني شيء ما آخر هي مشهورة به ايه هي المشهورة به هدايا is a very kind person يعني هدايا بتكون شخص طيب او شخص لطيف ايه اللي حصل منها تعالا نشوف تعالا نشوف طبعا هنا هدايا بيقولك شخص لطيف في 2016 in 2016 في 2016 she held هي ساعدة American athlete يعني ساعدة شخص رياضي مغربي جنسية يبقى نقول she held هي ساعدة American athlete with special needs يعني ما هو الشخص عادي لا ده كانت شخص رياضي لأثليت شخص رياضي من الاحتياجات الخاصة من زوية الاحتياجات الخاصة يعني من المعاقين يعني كان اسمها ايه الشخص اللي ساعدته هي ده هدايا ده كان اسمها راجا جار جارماش راجا جارماش يعني رجاء جارماش رجاء ايه جارماش طيب رجاء had no one to compete against يعني بقولك البنت اللي اسمها رجاء دي ما كانش عندها حد انها تتنفس ضده مش لقيا حد طب هتعمل ايه سا ولذلك هدايا became hair computator هدايا اتطوعت ان هي تصبح منفسة لها عشان ما تكسرش خطيرها يعني and lost وكمان خلت نفسها تخسر خلت نفسها ايه تخسر lost يعني خسرت رجاء could therefore win the gold medal ورجاء بقى دي قدرت في اللحظة دي انها تفوز بالميدالية الزهبية and it was a very special moment وده كان لحظة خاصة for hair يعني حاجة خاصة كده بيها يعني ذكرى حلوة ان مثلا انت تلاقي حد محتاج المساعدة وانت تتطوع وتخلي نفسك تخسر عشان هو يفوز ويبقى فرحان خاصة لما يكون special needs يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة يبقى كده الكطع دي بيقولك ان هدايا كانت kind person يعني شخص لطيف او طيب لان في 2016 ساعدت Moroccan athlete يعني لعبة رياضية مغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة كان اسمها رجاء جارماش تمام ورجاء دي ما كانش عندها حد ينافس ضدها وهداية اصبحت المنافسة بتاعتها وخسرت قدامها عشان رجاء تفوز بالميدالية الزهبية وتصبح ان دي لحظة خاصة ان هي فازت بالميدالية الزهبية لنفسها طيب what هدايا will do next ايه اللي هدايا هتعمله بعد كده او تتطلق ان هي تعمله في المستقبل يعني بيقولك what does the future hold for هدايا ايه اللي المستقبل حمله لهدايا شيء ايه لهدايا يعني she is practicing hard يعني هي بتتدرب كتير او بتتدرب بجد she really wants to win هي عايزة عايزة تفوز بقى بقى gold medal بالميدالية الزهبية عايزة تفوز بالميدالية الزهبية هي فازت بالبرونزية مرتين واحد 2016 والتانية 2021 تتطلع ان هي تفوز بالميدالية الزهبية طبعا اللعب اللولومبية دي على حد علمي بتتقام كل ايه كل تقريبا اربع سنين طيب هنا جايب لك سؤال what is هدايا ملك sports sports what is هدايا ملك sports يعني الرياضة بتاعة هدايا ملك ايه تايكواندو يعني رياضة تايكواندو هو يعني من won يعني فاز the golden medal بالميدالية الزهبية طبعا اللي فاز بيها رجاء جارماش اللي رجاء جارماش اللي مغربية الجنسية تكتب اسمها هنا طيب طيب هنا بقى بيعلمك writing skills يعني المهارة بتاعة الكتابة ازاي تكتب سيرازاتية عن بطل رياضي how to write a sports biography كيف كتابة سيرازاتية عن بطل رياضي قال لك اول خطوة بتقدم الشخص وتقول اسمه اسمه كذا اتولد في سنة كذا وتاريخ بلاده يعني هو بدأ ممارسة الرياضة في عمري كذا بس زي ما هو كاتب فوق يعني طيب وتاني خطوة هتقول ليه هو مشهور وتدي تفاصيل يعني he was the first هو كان اول واحد مش عارف يعني مثلا يفوز بالميداليا الميداليا مثلا الزهبية ولا الميداليا البرونزية ولا الفضية ولا اي حاجة وهكذا تدي معلومة عنه يعني هو مميز فيها وتبدأ تاني تدي تفاصيل اكتر عن النجاح بتاعهم يعني مثلا تقول ايه he one هو فاز بكذا او she one هي فازت بكذا تبدأ تكتب معلومات كتير عن اللي هما فازوا به تمام وبعد كده تكتب ايه اللي هما يعملوه في حياتهم فيما بعد يعني ممكن تقول ايه انا اعتقد انا اعتقد انا اعتقد انا اعتقد انا اعتقد انا اعتقد يعني انه هو هيصبح اكثر كذا اكثر نجاحا مثلا او هي تمام يعني زي ما هم اكتفوا الجمل هو طلع الجمل دي من الموجودة في الدرس تكتب اكتر عنه خلاص طيب تعال نشوف هنا شخص رياضي تاني برضو اول مرة اسمع عنه اسمه شريف عصمان اسبورتس بيوغرافي اباوت شريف عصمان يعني يعني سيرة ذاتية عن شريف عصمان شريف عصمان ده برضو بده يكتب عنه وبيقولك تقوله الرياضة بتاعته ايه وتولد ايه وهكذا سوى جايب هنا ايه فكرة صغيرة يعني شريف عصمان is a famous athlete يعني شريف عصمان لعب رياضي مشهور he won many awards هو فاز بالكثير او كسب الكثير من الجوائز he can compete in important competitions هو استطاع او يستطيع انه يتنافس فيه منافسات او مسابقات مهمة he wants to win new medals هو يريد ان يفوز بميداليات كتير او ميداليات جديدة in the future في المستقبل his sport الرياضة بتاعته اسمه ايبا is wait قسم الكلمة wait 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 gh مش بانطقها wait lifting wait lifting يعني رفع الاسقال رفع ليه الاسقال he spends many hours هو بيقضي ساعات كتير training everyday بيتدرب كل يوم بس كده مش جاب حاجة تاني عنه خلاص يبقى كده يا ولاد الدرس ده فدنا كتير انه هو عرفنا عن هدايا ملاك وهي لعب التايكوندو وتولدت سنة كام تمام وهي عملت ايه الموقف في حياتها لها سعدة جرماش مغلبية الجنسية مع ان هي الهدايا دي فازت بالميداليا البرونزية مرتين تمام واحدة في 2016 والتانية في 2021 وساعدة البنت اللي اسمها رجاء دي انها تفوز بالميداليا الزهبية مع انها كان بيدها ان هي تفوز وتاخد هي الميداليا الزهبية بس جبرت بخطرها وساعدتها عشان ما كانتش لقيا منفسين لها والمعلومات التانية شريفة أصمان لعب رفع الأسقال وعايز يفوز بميداليا كتير وهو لقيا برياضي مشهور بس كده طيب تعال بقى ايه بيقولك اعمل انت بقى ايه واحدة خاصة بيك write about your favorite famous person يعني اكتب عن الشخص المشهور المفضل بالنسبة لك هتلزأ صرته هنا تمام وتبدأ تكتب عنه طبعا انا عارف انت هتكتب عنه هتكتب عن محمد صلاح لان ده اسهل واحد الناس تقدر تكتب عنه تلزأ صرته هنا او ترسمه براحتك وتكتب بقى عنه هو بيكون مسلا ايه لعب رياضة ايه اتولد في سنة كام وهو فاس بايه هو فاس بايه هو بيلعب لايه وتبدأ تكتب عنه خلاص طيب كتبت عنه عايز تعرف وصح والغلط ارسل الصورة اللي هتكتبها في كومنت في تعليق تحت الفيديو تمام يا امت راسل على رقم الواتس اللي برضو اللي هسيبه تحت الفيديو خلاص وانا هرد عليك وقولك صح ولا غلط وايه التعديل فيه ان شاء الله طيب ندخل على جزء تاني وهو جزء حاجة بسيطة كده اللي هو المشروع يعني تلوث المية وزي ما قلتلك ينفع ننطقها ما تنطقش الار الاخيرة يا اما ده كده بريطاني يا اما تنطق بالامريكا بقى زي هنا كده وتنطق water water pollution تنطق تي ده تنطق ده water pollution water pollution يعني تلوث المية تعال ننطق الكلمات ونعرف الجمل وما تيلاش خالص معلومات كأنك بتدرسها وهنتخدم حاجات منها بسيطة تحت عشان نعرف نترجم الاسئلة when harmful chemicals عندما المواد الكيميائية الضارة go into بتدخل water bodies يعني بتدخل في المسطحات المائية go into water bodies المسطحات المائية like مثل rivers الانهار lakes البحيرات and seas والبحار we call we call this بنسمي ده water pollution تلوث المية يعني بيقولك لما الحاجات الضارة كيميائية دي بتدخل في المسطحات المائية زي ما انت شايف في الصورة المسطحات المائية زي الانهار والبحيرات والبحار بنسمي ده تلوث المية water pollution تلوث المية can kill يقدر انه يقتل organisms الكائنات الحية that live in the water اللي بتعيش في الواتر في المية such as fish مثل السمك birds والطيور and crabs والcraب اللي هي سرطان البحر او كابوريا يعني it can also kill birds وتقدر برضو او يقدر برضو يقتل الطيور that eat the fish اللي بتاكل السمك water pollution تلوث المية can cause يقدر يسبب السينة نطقتك can cause يقدر يسبب animals to lose their homes يقدر يسبب ان الحيوانات تخسر منازلها او تفقد منازلها and change their habitats وتغير البيئات بتاعتها يعني لما الحيوانات لما الطيور مثلا اوالا الحيوانات اللي موجودة في المية تلاقي حاجات ضرة تحت في المية مش اتعرف ايش اتروح صايب المكان وتمشي بقى اتروح مكانتين تغير الامكان بتاعتها طيب causes يعني المسببات مسببات التلوث يعني ايه هي اول حاجة waste water المية المهضرة from sinks with toilets and showers من الاحواض ومن دورات المية ومن الاستحمام showers دوش اللي انت بتاخده دي كده مية مهضرة نزل على الفاضي ده كده اول سبب تاني سبب waste water waste water يعني المية المهضرة and the chemicals والمواد الكيميائية from factories من المصانع طيب تاني waste water يعني المية المهضرة from agricultural land من الاراضي الزراعية and cities والمدن into rivers الى الانهار مية كده شغال على بطال في الارض الزراعية ولا المدن تمام وبتروح للانهار حاجات دي كلها تدخل على الانهار على طول تسبب تلو ازاي ما انت شايف في الصورة طيب طب دي كده الاسباب عرفنا الاسباب المية المهضرة من الاحواض ودورات المية والاستحمام والكيميكال والفاكتوريز والاجريكالتش الاند كل دي حاجات بتطلع مية مهضرة ما لهاش لازمة بيستخدموهاش طيب دي كده المسببات ان يحصل تلوث طب الاسار ايه بقى افكتز الاسار الاسار بقى ديرتي ودر يعني مية متسخة غير نظيفة كان ميك تقدر ان هي تخلي الاطفال والكبار المرضى يعني المية المتسخة دي هتخلي الاطفال والناس الكبار المرضى كلمة ال يعني مريض ماشي وممكن برضو تستخدم كلمة سك برضو مريض طيب ايه كمان ايه الاسر تاني يعني المية الملوسة بتضمر الحياة البرية او الحياة في الانهار النهر ده جواها عيشة تانية اسماك وحاجات كده وشعب مرجانية وكده المية الملوسة هتضمر البيئات دي دي كده الاسار طب الحل نعمل بقى في المشكلة دي الحلول يعني حافظ عالمية بقدر الامكان طب تانية حاجة خد دوش اقصر يعني اقصر في الوقت ما تسيبش الدوش شغال فاضي ملان كده خد دوش اقصر يعني تجنب رانين ودر المياه الجارية يعني ما متعودش اشغل لهم الحنفية كده وخلاص طيب لا ترمي الزبالة في او بالكرب من البحيرة او الشاطئ ما ترميش ما ترميش الزبالة في المخيرة ولا الشاطئ ولا جنبها ده كده ايه الحلول ندخل بقى على الاكسرسايز التمرين read and complete يعني رو اكمل athlete يعني لعب رياضي kind يعني طيب او عطوف win يعني يفوز prize يعني جايزة competitor يعني متنافس او متصابق طيب كده انا ترجمت تعال بقى ندخل عقطع هداية ملاك بتكون طبعا الكلام ده احنا قرأنا فوق is a famous Egyptian taekwondo player يعني لعب taekwondo Egyptian مصري هي اتولدت was born in 1993 1993 she is a very person يعني اشخص ايه kind طيبة تمام برقم واحد she helped a Moroccan يعني هي ساعدت Moroccan ايه with special needs زوي الاحتياجات الخاصة يبقى ساعدت ايه مغربية لا يبقى رياضية يبقى athlete يبقى رقم اتنين رجاء جارماش had no one to compete against يعني بولك ما كانش عندها حد يعني تتنافس ضده ولذلك هداية اصبحت ايه المتنافسة برقم three think المتنافس او متسابق computator ايه نكتبع عن the number three طيب وكمان خسرت اللي هي اهدايا يعني خسرت قدام رجاء طيب رجاء could therefore يعني ادرت ان هي تعمل ايه لل gold medal الميدالية الزهبية تفوز بيها يبقى وين تفوز تمام شوف اللي ينفع في الجنب التاني بدأ تمارس الطايكوندو نشوف اللي قولها ما تنفعش تانية لا يبقى الثالثة هي الاجابة at the age of seven في عمر السابعة يبقى عند المربع ده نكتب one واحد طيب رقم ادنين هدايا was born on هدايا تولدت فيه طالما on يبقى تاريخ تمام فين التاريخ بقى يا ابطال احسنتم برافو عليكم يبقى التاريخ هو ابريل 21st 1993 يبقى هنا نكتب number two طيب number three athletes 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 اللي هو اللاعبين الرياضيين one two يريدوا ان يريدوا ايه ان هم يفوزوا بالميدالية الزهب صح طيب نشوف كده دي اخترتها خلاص دي ما تنفعش عشان فيها مرضى عينين اهم سك دي اخترتها دي ما لهاش علاقة يبقى win the gold medal يعني يفوزوا بالميدالية الزهبية يبقى هنا نكتب number three ثلاثة طيب رقم اربعة dirty water يعني المية المتسخة او المية القذرة او المية الغير نظيفة can make تقدر ان هي تخلي ايه تخلي الاطفال والكبار عينين فينها children and all people sick يبقى نكتب number four هنا طيب كده نخلصت الماتش ندخل على يعني قعد الترتيب خد نفس عميك كده يا بطل خد نفس عميك يا بنتة تمام طبعا البطل لكلكم طبعا البنتة طبعا اكيد في بنات بتسمعنا عشان محدش ياخد الكلام بالعكس طيب رقم واحد هنبدأ بكلمة وط يلا كده نبدأ طبعا المفروض يا ولاد انا مفاهمكم ان انتو لما ابدأ في حل الاسئلة انت توقف الفيديو وتروح انت بقى تحل بعد ما تحل وتخلص تمام عايز تراجع على حلولك وتشوف يا صح ولا غلط بتروح بقى ايه مكمل الفيديو وتشوف الحل بتاعك مناسب يعني موجود الحل بتاعك متطفق مع الحل بتاعي ولا لأ صح ولا غلط وتصح اخطاء تمام انت بتوقف الفيديو عند اخر الشرح وبعد كده بتحل وترجع تاني للحل وتشوف حلك صح ولا غلط يلا كده رتب معايا what does the future hold for her يعني بيقولك ماذا يحمل لها المستقبل المستقبل يحمل لها ايه شيء لها ايه what does the future ايه اللي المستقبل hold for her شايل لها او يحمل لها ايه طيب number two هداية won many awards هداية فازت بجوائز كتير هداية won many awards طيب جملة الثالثة polluted يعني ملوث هو ايه اللي ملوث المية بقى polluted water يعني المية الملوثة ملها destroys بتضمر بتضمر ايه wild life الحياة البرية في in rivers في الانهار او الحياة اللي موجودة في الانهار bloated water او bloated water destroys wild life in rivers يعني بتلوث الحياة اللي موجودة في الانهار رقم اربعة what why لماذا why is he لماذا يكون هو يكون هو ايه a famous يعني يكون هو ايه famous مشهور sports person لماذا هو يكون شخص رياضي مشهور why is he famous why is he a famous why is he a famous sports person لماذا هو يكون شخص رياضي مشهور انه ولها تاني عشان حرف ال ا ده بتيجي قبل الصفة عشان توصف why is he لماذا يكون هو a famous sports person لماذا هو يكون شخص رياضي مشهور طيب الاكسرسيز التاني ده طبعا listen استماع يعني الكلمة اللي تسمع مني اختار ها dalia is good at bling squash فين السكواش اه طيب الجملة التاني she can move fast فين كلمة fast اه ده استماع يعني المزاجي الكلمة اللي تسمع بتحطها ايه على a circle طيب طبعا دي كده dialogue محادثة وانت ايه بتكمله باستخدام الكلمات اللي فوتبول كرة كده واي يعني لماذا سبورت الرياضة كلاب يعني نادي وير يعني اين تمام طبعا وما خمس كلمات وهنا اربع فراغات يعني في كلمة هتطلع زيادة what are you good ايام good at كذا انا جايد في كذا يبقى فين كلمة الرياضة اللي اختارها في رقم واحد سبورت رياضة طب رقم اتنين اين الرياضة بقى اللي وكويس فيها فيش رياضة فوق اسمها اللي ايه اللي فوتبول يبقى رقم اتنين طب رقم تلاتة قال له do you play it انت بتلعبها قال له ات زا في كذا with my friends مع صحابي يبقى هيقول له انت بتلعبها فين يبقى في النادي يبقى رقم تلاتة اين فين كلمة اين يبقى where اين ورقم اربعة يقول له في النادي فين النادي يبقى النادي بس كده طبعا دي passage قطعة وانت بتغيرها يعني نص انت بتغيرها وايه وتنزل تحت تحل الاسئلة بقول لك سارة is my little sister صرخت الصغيرة وهي 11 years old يعني عندها 11 سنة she likes بتحب الرياضة كتير هي practice sports بتتدرب او بيتمارس الرياضة 2 times a week يعني مرتين في الاسبوع her favorite sport is سيكوندو يعني رياضتها المفضلة بيكون التايكوندو و she wants to be an athlete هي عايزة تكون athlete يعني لعيبة الرياضية athlete as هدايا ملك مثل هدايا ملك هدايا ملك is a famous Egyptian taekwondo player وبدأ يتكلم بقى عن هدايا ملك وقولك ان هي لعيبة تايكوندو Egyptian مصرية وبدأ يجيب كل اللي كان في الدرس طيب تعال بقى احنا نقرأ السؤال ونطلع للقطع ندور عليه سارة wants to be سارة تريد ان تكون طيب تعال ندور عليها تحط اصبعك هنا وندور عليها تريد ان تكون ايه she wants to be an athlete an athlete مثل هدايا ملك عايزة تكون رياضية athlete طيب رقم اتنين هدايا ملك هدايا ملك began practicing taekwondo يعني بدأت تدرب او تمارس taekwondo في عمري ايه تعال نشوف الجملة دي فوق حط اصبعك هنا والإيدي التانية بتدور فوق تعال معين عارف الاجابة بس لازم اجيب ها من فوق اهو ايه ايه ملك اهو بيقول لك هي اتولدت في سنة كذا وعن لما كانت عندها 7 سبع سنين بدأت تدرب علي taekwondo تمام يبقى 7 عمر السابع اهو بيقولك 11 بس كاتبها بالحروف تمام عشان النس تطلغبط يبقى 11 11 طيب السؤال الرابع رياضة المفدلة بتاعت سارة اطلع فوق ادور عليها معين نعرفها بس لازم اجيبها من فوق ها اتجر بقى خط تحت اللي انا هقولك علي هير فيفورت سبورت is taekwondo تمام تجر خط على الجملة دي باشا وتكتب رقم السؤال 4 4 هنا تمام وتنزل تحت تكتبه تكتب اللي انت جرت عليه خط فوق ده تنقله هنا تاني طيب رقم خمسة ودد هدايا وين اتز اج افورتين ما اللي هدايا فازت بيه في عمر الاربعت عشر هطلع اشوف فين فين يمشي مع الجملة كده اهو كتب لك فورتين بس كتبها بالحروف عشان اطلع اغبط هتجر بقى خط على الجملة دي يعني هي فازت بالجواز في عمر الاربعتاشر هتجر خط دي من اول الشي افضل ماشي 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 لحد فورتين ربعتاشر وتكتب عليها نمبر خمسة وتنزل تحت تنقله تنقله على السطر طيب السؤال اللي بعده ري اوردر يعني ترتيب emissions from cars يعني الانبعاثات من السيارات are dangers بتكون خطيرة نعيد السؤال تاني emissions from cars الانبعاثات من السيارات are dangers بتكون خطيرة طيب رقم اتنين two we احنا use بنستخدم greenhouse يعني الصوب الزجاجية we use the greenhouse we use the greenhouse احنا بنستخدم الصوب الزجاجية to grow عشان نزرع crops ما حصيل بنا نقولها هاتين we use احنا بنستخدم the greenhouse الصوب الزجاجية to grow عشان نزرع crops المحاصيل طيب رقم ثلاثة which sports اي رياضات would you like انت تحب to try and to garrib which sports would you like would you like to try which sports would you like to try اي رياضات تحب انت انت تجربها طيب رقم اربعة he هو is watching بيشاهد a squash match مباراة squash he is watching a squash match هو بيشاهد مباراة squash طيب number five خمسة they are هما يكونوا good at جيدين في playing football لعب الفتبول they are good at playing football هما يكونوا جيدين في لعب الفتبول طيب هنا choose اختار i am good at انا جيد في table tennis table tennis لعبة تنس الطاولة because لئن i can اقدر fast سريع اقدر اعمل ايه بسرعة طالما table tennis تنس طاولة اتحرك بسرعة يبقى مور يتحرك i remember انا اتذكر my كذا يعني اتذكر ايه to be a famous doctor ان انا اكون دكتور مشهور يبقى طالما بيتذكر يبقى بيتذكر حلم فين الحلم dream number three my brother is good at يعني اخويا جيت فيه انا قلتلك طبعا قبل كده good at bad at great at بييجي بعدهم الفعل اما اضاف له ing اما نحن نحن هنا ing موجود يبقى جايد في السومنج السباحة طيب we sometimes احنا نستخدم حاجة كده تبع الهواء to make the air smell cleaner الفعل ما اضاف ing بس خلي بالك قبل ما اضاف ing احذف l-e هتكتب كلمة make تاني هنا على النقط وتهزف l-e واضاف ing عشان bad at بيجي بعد الفعل ما اضاف ing طيب هنا good at b-e ing reading انا جايد في كراءة الكصصص طيب رقم 3 good من تواخدها فويها at هو جبها لك of عشان تتلغبط معين في ing يبقى at طيب هنا bad at b-e speak هنزود لها ing عشان يبقى سيق في speaking French النوع I am good at drawing يعني انا جايد في الرسم انا جايد فين في الرسم كده جايد بط ولكن طالما جايت لك لكن يبقى الجنب التاني سيق هو جايب يبقى انت تلقائي هتكتب باد سيق خلاص كده بس معلومة سهلة طيب punctuation يعني ضع علامات التركيم الحرف الاي ده من الضمير اي نعمله capital تمام وهنا فيه من فوق وهنا الافر بتاع fridays ايام الاسبوع بتبع capital وفي الاخر فلسطب يعني النقطة جملة التانية W بتاع الوات وفي الاخر question mark انا بتنسي فهم انا بقولك write a paragraph اكتب فقرة عن الموضوع ده sport you like يعني الرياضة انت بتحب ها وجايب لك الرياضة دي دي طبعا squash صح تمام وكاتب لك بعض الكلمات المساعدة guiding words الكلمات الارشادية او الكلمات المساعدة بتاعتك squash هتروح اياله I like squash I love squash براحتك بس هم حاجة اول حرف capital ويتوسع خطك وفي الاخر فلسطب عايز تكتب الجملة جنب بعضها ماشي بس بينهم وبين بعض فلسطب بالنقطة لو انت لسه بتتعلم انت بتحت بعض طيب practice هتروح ايال I practice ألط يعني انا بتدرب كتير I practice ألط بتدرب كتير اقلف جمل سهلة صغيرها ما تجيبش جمل كبيرة يعني عشان متغلطش good at جيد في هتروح ايال I am good at انا اكون جيد في playing squash يعني في لعب الـ squash بس خلاص طيب بعد كده rockets يعني المضارب هتروح ايال I use انا باستخدم طبعا يعني يستخدم اسمها use I use rockets انا باستخدم المضارب to play squash عشان نلعب الـ squash عايز تقول I use rockets بس خلاص الجملة خلصت وتاخد الدرجة كاملة طيب اخر جملة كاتب لك watching matches يعني مشاهدة المباريات هتروح ايل I am I am watching انا حطيت ام عشان الفعل انا متضاف له اين جي I am watching matches انا اشاهد المباريات on tv في التلفزيون ويبقى كده خلصنا شرح الدرس وحل الاسئلة واتمنى نكون افدناكم وشاركوا الفيديو مع اي حد في الصف الخامس لعلها تكون افادة من اللي بيذكروا من اي كتاب او خاصة اللي بيذكروا من كتاب المعاصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقبل ان شاء الله في الوحدة التالت